الأبعاد الدينية والاجتماعية والنفسية والإعلامية للإشاعة وتأثيرها في مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية مواجهتها بالإضافة إلى العقوبات المنصوصة لمروجيها أبرز ما ناقشته جلسات متمر عمان الثاني للإعلام والعلاقات العامة الخطاب الإعلامي يعكس المستوى الحضاري والثقافي إلى مجتمع ونحن في السلطنة بفضل الفكر السامي اللي مولانا عزه الله يتميز الخطاب الإعلامي بالاتزان والاعتدال طبعا موضوع المؤتمر في موضوع الإشاعة والإعلام الإشاعة طبعا هناك موانع أخلاقية وقانونية تمنع الإشاعة الإشاعات اليوم تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الأدوات والتقنيات لنشر هكذا إشاعة وعندما يتعلق الأمر بالجانب الرقمي بغض النظر عن التقنية المستخدمة كانت هاتف نقال أم جهاز حاسب آلي أم جهاز لوحي ففي كثير من الأحيان بطبيعة الحال يخلف مروجها كذا إشاعات أدلة ضمن أجهزتهم تمكن مؤسسات إنفاذ القانون وجهات العدالة في التعرف عليهم وعليه يعمل المختبر الوطني للأدلة الرقمية على تحليل هكذا أدلة بحيث يتم تزويد مؤسسات إنفاذ القانون بما يثبت أو ينفي ارتكاب هكذا أشخاص مثل هكذا شائعات المؤتمر يشهد مشاركة ثمانية عشر خبيرا وأكاديميا يستعرضون عدة تجارب عملية لمواجهة الإشاعات وسبل الحد من خطورتها بالإضافة إلى التطرق للأبعاد القانونية والأمنية والاقتصادية والتقنية للإشاعة ودور الجهات الحكومية والأهلية في مواجهتها والجهود المبدولة من قبل المؤسسات المعنية فيما يتعلق بالإشاعة طبعا القانون نظم هذه المسئلة من خلال قانون الجزاء العماني ومن خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأيضا من خلال قانون تنظيم الاتصالات بالإضافة إلى أيضا ممكن رفع دعوة مدنية من خلال قانون المعاملات المدنية للحصول على تعويض في القطاع الاقتصادي أكثر تأثرا على اعتبار أن الشركات تتأثر بشكل كبير من هذه الشائعات نتيجة أنها غالب الأعمى تكون منظمة وممنهجة في سوق الأوراق المالية أيضا هذه العملية تتم بشكل ممنهج ومن ثم يتكبد الكثير من المستثمرين والشركات خساير كبيرة نتيجة هذه الممارسات الغير مسؤولة والتي غالبا ما تكون ممنهجة المؤتمر يأتي في ظل التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما يعطي للإشاعة مجالا خصبا مع تبادل المعلومات والبيانات بصورة خاطئة ومسيئة للفرد والمجتمع تثير الكثير من المغالطات والممارسات غير الإيجابية التي تتطلب الحد منها وتوعية المجتمع بخطورتها